بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذا الرسم التوضيحي عن حقيقة الدجال بشكل إجمالي نتحدث عن الدجال وعن الدجالين وبالخصوص فيما يرتبط بعلامات الظهور وأحداث آخر الزمان أحداث ظهور الإمام عليه السلام طبعا هناك روايات كثيرة تحدثت عن الدجال وأغلب ما روي عن الدجال هو في مورثات العامة مورثات أهل السنة أما ما ورد من جانبنا في مدرسة أهل البيت وردت أحاديث قليلة عن الدجال حول الدجال ولعل ذلك يعود إلى أن هناك مركزية في الأحداث عند أهل البيت في نصوص أهل البيت عليهم السلام هي تتمركز حول رايات الهدى ورايات الضلال باعتبار أن الدجال هو يعتبر خلفية لهذه الأحداث يعتبر ماذا نقول هي الحديقة هو الحديقة الخلفية لشخصيات رايات الضلال السفياني وغير السفياني فالذي يقف رأي السفياني هو الدجال لذلك فالتركيز كان على المواجهة المباشرة مع السفياني مع رايات الضلال من قبل روايات أهل البيت عليهم السلام مع ذلك فهذه الروايات أيضا كانت تركز على قضية الدجال هذه الرواية التي واردة عن أهل البيت عليهم السلام تركز أن الدجال يقتله الإمام عليه السلام في رواية أنه يقتله الإمام في منطقة اللد في فلسطين بعد انتصارهم في المعركة الأخيرة بعد أن ينهزم السفياني يقتل الدجال في تلك المنطقة لكن حينما نتحدث عن الدجال فهنا هناك أكثر من دجال سوف يظهر في آخر الزمان في هذه الأحداث هناك عدة دجالين والدجالين القسمون إلى عدة أخسام في علامات الظهور وهؤلاء الدجالين كلهم وجميعهم يظهرون في تقريباً يتزامنون في نفس الأوقات والفترات القريبة من سنوات الظهور لدينا أكثر من دجال فالدجالين يقسمون إلى ثلاثة أقسام منهم دجالي المشرق ومنهم دجالي المغرب ومنهم دجالي العراق بالنسبة إلى دجالي المشرق وهؤلاء الدجاليين الذي والذين ينقسمون إلى قسمين دجالين دجال يخرجوا من خراسان أفغانستان مع روايات الظلال المسودة الأولى أو المسودة التي تخرج في خراسان وذكرته الروايات في أحداث البصر أيضاً وذكرته الرواية أن بداية رواية الدجال من بلخ في أفغانستان في البصائر بصائر الدرجات صفحة 141 أن رجل من أهل بلخ دخل على الإمام الباقر عليه السلام فقال له يا خراساني تعرف وادي كذا وكذا قال نعم قال له تعرف صدعاً في الوادي من صفته كذا وكذا قال نعم قال من ذلك يخرج الدجال وكذلك في حديث طويل جاء فيه وخروج رجل من ولد الحسين ابن علي عليه السلام وظهور الدجال يخرج بالمشرق من سجستان وظهور السفياني ورد أيضاً في البحار جزء 26 189 صفحة 189 يبدو أن بداية حركته حركة الدجال هي من أفغانستان من منطقة بلخ ولكن دعوته تبدأ من أصفحان طبعاً بمسندة اليهود ويظهر تأثيره في البصرة وبدأنا نسمع هذه الأيام عن تحركات إعلامية لما يسمى بيهود البصرة لما يسمى بيهود البصرة أتباع الدجال وأكثر أتباعه أكثر أتباع الدجال هم من اليهود ومن النساء وبدأنا نشهد هذه الحركة النسوية الآن في إيران ضد الحجاب والدعوة للتحلل يبدو أنها مؤشر لبداية بروز أتباع الدجال في أصفحان في إيران وهو ما يسهل على السفياني وعلى بني العباس في إرباك الوضع في إيران قبل خروج رأيات السود وقبل خروج الخرصة دجال يهود أصفحان أصحاب الطيالس الخضر كما قلنا هو بدايته ستكون من بلخ من أفغانستان وربما دعوته ستكون في أصفحان ومن ثم تكون دعوته عالمية كما سوف نفهم ذلك من خلال باقي أقسام الدجالين التي سنتحدثها في القسم الآخر من الدجالي المغرب الذين سيكونون من ضمن أتباع هذا الدجال الأكبر الذي يظهر مع يهود أصفحان أو أصفحان أصحاب الطيالس الخضر هذا بالنسبة لدجالي المشرق أما بالنسبة لدجالي المغرب فهناك أيضا القسمون للأقسمين دجال النصارى والذجال اليهود أما دجال النصارى وقد ورد عن مصادر أهل الكتاب طبعا في العهد القديم بأن آخر حاكم للعالم سوف يقدم دعما غير مسبوق لإسرائيل وسيفرض اتفاقيات سلام بين إسرائيل والعديد من الدول ثم يغدر بعد ذلك بإسرائيل ويغدر باليهود والنصارى ويسلم القدسة للدجال ويدعو لأتباع دين الدجال وينصب له كأنما شبيه الصنم في القدس هذا ما أشارت إليه النبوآت أهل الكتاب هذا ينطبق على ما فعله ترامب في الفترة الأخيرة قبل خروجه من الحكم ما فعله حول القدس وعملية التطبيع التي قادها ترامب مع الدول العربية والتي تتحدث عن الديانة الإبراهيمية وعن الأمة الإبراهيمية وما إلى ذلك واتفاقيات السلام وعدم اتباع ترامب لأي دين رغم خداعه للمسيحيين الجدد ولليهود ربما في الانتخابات النصفية الأمريكية القادمة يعني بعد شهرين باعتبار أن هناك كل سنتين انتخابات نصفية وكل أربع سنوات انتخابات عامة ربما في الانتخابات القادمة سوف نشهد روز جديد لترامب ربما سيتجدد ترشيحه للانتخابات النهائية للانتخابات العامة ويعود متصدرا متصدرا المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي سيكونون مضطرين إلى أعادة ترشيحه وأعادة انتخابه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ومن المتوقع أن يخسر الديمقراطيين الانتخابات القادمة سواء كانت منتخابات على مستوى مجلس الشيوخ أو الكونغرس وبالتالي سيفتح الطريق دمام ترامب للنجاح في الانتخابات القادمة هذا بالنسبة لدجال النصارى وهذه النبوءات التي هي نبوءات أهل الكتاب تتحدث عن هذا الدجال وهو كأنما ينطبق على عودة ترامب إلى الحكم في الانتخابات القادمة سوف نشهد عودة هذا الرجل إلى الحكم وربما سوف ينقلب على اليهود ويدعو إلى الدجال دجال الأصفهان دجال المشرق الذي سوف يكون هو المنقذ بعد الحرب العالمية سيكون هو المنقذ للغرب من خلال بعض الممارسات والأعمال الشيطانية التي يقوم بها هذا الدجال ودعمه ودعم الغرب لحركته في هذه المنطقة في منطقة المشرق بالضد من معسكر المشرق بالضد من روسيا والصين وإيران ستكون هناك حركة دجالية كبيرة في المشرق في أفغانستان في إيران في هذه المناطق ثم سيكون هذا الدجال هو محوراً للعمل للعمل الميداني وجيوسياسي والعسكري للغرب في منطقة الشرق الأوسط فيخرج السوفياني ويكون هو متمحوراً في هذه الدائرة في دائرة العمل لليهود والدجال والذي الآن بدأوا يعملونه ويمهدون له كما قلت في البصرة في مناطق أخرى في إيران وفي البصرة في العراق في إيران في أفغانستان هناك تمهيد على قدم وساق لقدوم هذا الدجال وبروزه في فترات قادمة بعد أن يسقط أو تسقط التحالفات الغربية أمام هرج الروم وأمام الحرب العالمية ونار أذربيجان بالنسبة لدجال اليهود هو مكمل لقضية دجال النصارى وتتحدث نص النصوص النبوآت أيضاً عن هذا الدجال ورد عن ابن عربي في نص معين أو رده ابن عربي في أحد كتبه يشير إلى أن نتنياهو هو آخر من يحكم إسرائيل وهذا يعني اجتماع ترامب ونتنياهو في تحالف واحد تأييداً لعملية بروز وإبراز الدجال وهذا النص يورد حقيقة رجوع نتنياهو لحكم إسرائيل يقول ابن عربي في أحد كتبه في مخطوطاته يا ويلة فتى اليهود النائح من الجواد الجامح القائد الفاتح قيل ومن فتى اليهود يا شيخ أقول اسمه من اليمين وليس من أهل اليمين ونداءه نتن الرائحة وكريهة كالثوم يدبر لينال الكنانة أو يدبر لينال الكنانة فتنكسر طهراً أسنانه ويتركه كل أعوانه فيدخل أهل مصر قدسهم فيدخل أهل مصر قدسهم ويمدحهم العالم بعد ذمهم يتقدمهم فتى الفتيان الساكن البركان العالم بسر الزمان العالم بسر الأمان ويكون الدخول بعد الآن بـ 42 حول ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا واضح أن فتى اليهود النائح اسمه من اليمين ونداءه نتن واضح من اشتقاقات الحروف أن اسمه بن يامين نتنيوهو اسمه من اليمين ونداءه نتن وهذا قريب من هذا الاشتقاق بن يامين نتنيوهو وهذه نبوء واضحة واضحة الانطباق على هذا الرجل وأنه سيعود ليكون حائك كما على إسرائيل أموما هذه هي تقريبا خارطة الدجالين الذين سيكون لهم دور بارز في حركة في حركة رايات الظلال في حركة قوى الظلال وتحالفات الظلال وتحالفات الغربي والشرق ستكون لهم أدوار بارزة ومهمة جدا أما القسم الأخير والمهم والذي يعنينا كثيرا كشيعة وكأهل العراق هو ما يرتبط بدجالي العراق هناك أقسام من دجالين العراق في آخر الزمان في علامات الظهور بينتهم النصوص والروايات القسم الأول الدجالي من ولد فاطمة عليها السلام وقد ورد في رواية قرأناها في حلقات سابقة يقول أمير المؤمنين عليه السلام وإياكم الدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين ويخرج دجالهم من دجلة البصرة وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم ملاحم بن طاوز صفحة 126 جزء أول إذن هناك دجالين من ولد فاطمة من الهاشمين من السادة يخرجون في آخر الزمان قبل الظهور في العراق بالتحديد في الكوفة بالتحديد وهناك أكثر من دجال سيكون في العراق وسيكون في العراق منبع للدجالين في أكثر من منطقة في أكثر من المكان تحدثت الرواية عن 12 كذابين تحدثت رواية عن 12 من يدعون الإمامة تحدثت الرواية عن الدجال البصرة تحدثت الرواية عن دجال الكوفة إذن دجالين من مولد فاطمة هذا قسم من أقسام دجالي العراق ودجال البصرة هذا القسم الثاني ودجال الكوفة الذي ذكرته رواية أيضا الرواية في حديث طويل عن الإمام الصادق عليه السلام يتحدث فيه عن فضل يوم النيروز وهو اليوم نأخذ محل الشاهد منه يقول الإمام عليه السلام وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الآمر ويظفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة يعني أنه يقتله في الكوفة ويصلبه في كناسة الكوفة فيصلبه على كناسة الكوفة كناسة الكوفة تعبير عن المقابر المقبرة في الكوفة وهذا ورد في بحار الأنوار جزء ستة وخمسين صفحة 119 من هذا الدجال الذي يصلبه الإمام الذي يقتله الإمام يظفر به ويصلبه في الكوفة هل هو نفس دجال البصرة أم هو دجال آخر من دجاجلة الكوفة من دجاجلة الكوفة ربما هو دجال آخر نحن نعلم أن الإمام هو الذي صلوات الله عليه هو الذي سوف يقتل الدجال الأكبر دجال المشرق الذي يخرج من أصفهان ويكون مركزا لكل الدجالين في منطقة فلسطين في اللد يقتله الإمام ويقتله إيسا عليه السلام وأيضا الإمام يقوم بقتل دجالين آخرين خصوصا في العراق منهم دجال البصرة ومنهم دجال الكوفة إذن نحن أمام معادلة من الدجالين أمام أقسام من الدجالين سيف يظهرون في آخر الزمان قبل الظهور الشريف وأثناء الظهور الشريف وسينتصر عليهم الإمام عليه السلام وسيقتلهم جميعا وسوف نتحدث عن الدجال الأكبر الذي تتمحور حوله أحداث الدجالين أحداث رايات الظلال نتحدث عنه في حلقة مستقلة إن شاء الله وإن تحدثنا من قبل عن هذه الشخصية عن شخصية الدجال سابقا تحدثنا في حلقة لكن حاول أن نبسط الكلام أكثر حول هذه الشخصية هذا هو إجمالا ما أردنا الحديث عنه حول هذه القضية قضية الدجال وأقسام الدجالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته